الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين عرفنا فيما مضى أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان لأشراط الساعة والبرزخ والنفخ في الصور وما يكون بعد ذلك وفي هذا الدرس سنتحدث بإذن الله تعالى عن البرزخ وقد عرفه علماء اللغة بأنه الحاجز بين الشيئين وأما في الاصطلاح الشرعي فالبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشب من وقت الموت إلى البعث وعليه فمن مات فقد دخل البرزخ والأدلة الواردة في الكلام عن البرزخ هي أدلة نقلية من الكتاب والسنة لأنه من أمور الغيب قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وللبرزخ مفردات كثيرة منها سؤال الملكين ويكون ذلك بعد الدفن ويسمى بفتنة القبر وهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فهذه الآية نزلت في تثبيت المؤمن عند السؤال في القبر كما جاء في الصحيحين وغيرهما وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء وأنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم والفتنة في القبر عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان مثلا والمجانين فقيل لا يفتنون لأن المحنة أو الفتنة إنما تكون للمكلفين وقيل بل يفتنون وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة السؤال بقوله إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولاني له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال فأما الكافر والمنافق فيقولاني له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقولاني له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين وقد أفاد هذا الحديث وما جاء في معناه أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في القبر وأفاد بأن السائل ملكان هما منكر ونكير وأفاد أن روح الميت ترد إليه في قبره حين السؤال وأنه يجلس ويستنطق ومن مفردات البرزخ عذاب القبر ونعيمه ويكون ذلك للروح والجسد فإذا مات الميت فإنه يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب ومن الأدلة الدالة على ذلك قول الله تعالى في شأن المعذبين في قبورهم من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس وقال تعالى في شأن المنعمين في قبورهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون والبشرى تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث وقد قال صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ومما يحسن التنبيه إليه أن عذاب القبر وسؤال الملكين ينالان كل من مات ولو لم يدفن فعذاب القبر اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وسمي بعذاب القبر باعتبار الغالب فالمصلوب والمحروق والغريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله المنكرون لعذاب القبر ونعيمه أنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر وذلك بشبهة عدم الحس والمشاهدة قالوا إن نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموت ولا حيات ولا ثعابين ولا نيران ولا فسحة ولا ضيقة في القبر قالوا وكيف يصير القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والرد عليهم بأن عذاب القبر من علم الغيب الذي يعتمد فيه على النصوص الصحيحة وليس للعقل ولا للفكر دخل فيه وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا وعدم إدراك الإنسان للشيء لا يدل على عدم وجوده والأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين مجمل ومفصل أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وعدم إطاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجسنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثروا غضب الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله وأصخطه في هذه الدار بارتكاب مناهيه ولم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه نسأل الله العافية وأما الأسباب المفصلة فقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرت عذاب القبر فمن ذلك المشي بالنميمة وعدم التنزه من البول ومن يقرأ القرآن وينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار وكذا الزناه والزواني وأكلت الربا والذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر وغيرهم مما جاءت النصوص بالدلالة عليه وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة